السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله يترى يعني فتح لكم في باب الدعاء ولا لسه يعني هل اعتقدتم في قضيتي أنا ومعاذ حولها ندند أن الدندنة حول أسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار بسؤال الله إياها سؤال الله التوفيق والإعانة والتسجيد سؤال الله جل جلاله السبات وسؤال الله سبحانه وتعالى الإخلاصة والإخفاء هذه المعاني بدأنا ندندن حوليها ولا لسه والأمور دي بعيدة شوي عن أذهنة لسه وقفين في دقة على باب الكريم وهذه الدقة لإعلاء قدر النفس أو السمو بالنفس عن الدنيا علو الهمة عن السفليات لأن الهمة ما تدور حول السفليات وحول العلويات فينبغي على الإنسان أن تكون همته حول العلويات إذا ارتفع ارتفع وسما وإنما يرتفع الإنسان شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يعني أن الغنى العالي أخبرنا عن أن الغنى العالي هو الغنى بالله قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يا أبا زر إن الغنى غنى القلب الغنى غنى القلب طب القلب يغنى بإيه يعني هل الوقت الواحد لو لبس جلبية كويسة غالية بقدمه 100 ألف جنيه يبقى كده قلبه غني لا غنى القلب بأكلة جمدة برضو لا غنى القلب إنه يبقى الإنسان عنده ملايين أبدا أبدا ممكن فعلا والله أصدقكم إنسان يكون عنده ملايين وبرضو فقير القلب غنى القلب لا يكون إلا بالله لأن القلوب بيد الله وحده لذلك الدعاء دقة على باب الكريم جل جلاله هي غنى القلب هذه الدقة هي غنى القلب لأن الإنسان إذا قطع الطمع عما في أيدي الخلق يتخلص من أسرهم ويتحرر من رقهم ويسلم من منهم فالمنة تصدع قناة العزة ها لما يبقى حد لعلك يد لعلك منة لعلك فضل عزتك تئل عنده فلذلك المنة تصدع قناة العزة وتنال نيلها من الهمة قال شيخ الإسلام التيمية عليه رحمة الله وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته اسمع صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وزادت حريته مما سواه فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبودية له من وجه ما فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه وغنىه بالله الله يا سيدي كلام أحلى من الفل يسمع تاني كده كلام شيخ الإسلام التيمية يقول كلام جميل جدا يقول وكلما قوي طمع العبد في فضل الله الطمع فيما عند الله طمع لذيذ أو الله قالوا وما لنا لا نؤمن بالله ونطمع وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع آه ليلا ليلا يعني ليلا نطمع بس لاحظ في قصة سيدنا موسى أيضا السحرة قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إن الطمع مترتب على عمل معايا فهم يعني إيه قالوا وما لنا لا نؤمن بالله الإيمان عملا وما جاءنا من الحق ونؤمن بما جاءنا من الحق ونطمع السحرة قالوا إيه إننا نطمع وأن يغفر لنا ربنا خطايانا بإيه أن كنا أول المؤمنين مش طمع فارغ لا طمع بعمل قدم عمل فطمع والطمع في ما عند الله طمع لزيز أصلا أنت ساعتها بقى بتطمع في الكريم اللي ما بيحرمش ولما تطمع في ربنا جل جلاله في ما عند الله سبحانه وتعالى ربنا كريم بيدي ولما ربنا يعطي يعطي بغير حساب سبحان الله العظيم فكلما قاوية طمع العبد كيف يقوى طمع العبد بأنه عنده عمل يقوي طمعه وكلما قاوية طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته إننا طمعا إن ربنا يديني لنا عايزه إن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عني ما يؤذيني قاوية عبوذيته له مش قلنا العابد اللي كان بيقول أنا إذا أصابتني نائبة وسألت الله فتح لي في باب الدعاء والانكسار أحببت أن تؤخر حاجتي استمتاعا بلزة ومتعة الدعاء والانكسار أعايز الحاجة اللي أنا طالبها دي ما تجيش عشان أفضل كده منطرح على باب الله طالبا ما عند الله سبحانه وتعالى فالشاهد يقول إيه قوية عبوديته لله وحريته مما سواه سبحان الملك فكما أنط معه في المخلوق يوجب عبوديته له بوجه ما لما تبقى طمعان إن فلان ده هيديك حاجة تلاقي نفسك في حتة عبودية لزل تسلع اتنين إنك انت ترجوه وتخافه وتظهر له حبا فهذه الأربعة الزل والحب والخوف والرجاء لا تصح إلا لله فإذا أخرجتها لمخلوق كانت عبودية لمخلوق عبودية بوجه ما فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه يا سبحان الملك سبحان ربي العظيم يأسك من المخلوقين يجعل القلب غنيا عنه طب واحد يقولي دلوقتي يا عم الشيخ هو حد يستغنى عن الناس كيف نحصل على يأس القلب من المخلوق جاء الشرع بالنهي عن النظر إلى ما في أيدي الناس قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لا تمدن عينيك ونهان رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا جاء النهي صريحا نهى عن التطلع إلى ما في أيدي الناس التطلع إلى ما في أيدي الناس الفقر الحاضر فإذا لم ترى ما في أيدي الناس طب إزاي برضو قولي إزاي إزاي ما بصش وأنا شايف راكب عربية بمشعرف كم ألف جنيه إزاي ما شوفش بالانشغال بما في أيدينا إذا انشغلنا بما أعطانا الله انشغلنا به يعني انشغلت بنعم الله عليك توقع كده تتفقد فرائد النعم عندي وعندي 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 وآية تتأمل نعم ربنا عليه وتفرح بها والله يحب من عبده ذلك يحب أن تعرف نعمه عليك ويحب أن تتفقد نعمه عليك وأن تعدد نعمه عليك وأن تثني على الله بنعمه عليك تقولي يا رب أنا أحمدك وشكري فضلك أن أنت اديتني الجلبية دي السوب القميص ده أحمدك عليه ويا رب أنا أحمدك أن أنت أعطتني العينين دي ويا رب أحمدك أن أنت أعطتني الأصابع دي والأظافر دي عدد نعم ربنا عليك كلها فإذا انشغلت بنعم الله انشغلت عما في أيدي الناس وكل إنسان عنده نعم ليست عند غيره كل إنسان مهما كان فقيرا في الدنيا إلا أن عنده نعم نعم ما فيه زيه بس أنت مش عارف مش عارف مش شايف فإذا انشغلت بنعم الله عليك بنعمة الله عليك لم تر ما عند الناس وهذا هو الغنى يبقى إنسان الرضا بالله الفرح بالله عايش في مثلا شقة ضيقة أو عنده سيارة بسيطة وحاسسي إن دي أحسن حاجة في الدنيا هي دي اللي تناسبه بالضبط هو ده ساعتها جيأس من الناس أنا عايز من الناس إيه أنا راضي باللي ربنا الدولي دقة على باب الكريم إحنا لما نقول دقة على باب الكريم أقصد دعاء يا رب أقصد دندنة يا رب يا رب رحمني يا رب يثبتني يا رب عفوحني يا رب الطبي يا رب يسر لي يا رب أعيني يا رب سددني يا رب يسرني يا رب يصرف عني يا رب أعيني يا رب عافين يا رب اغفر لي واحد يقول طب لو واحد مش لسانه مش ماشي ما بيجريش كده فيش كلام كثير اتعود لو جدت مع كتر الدندنة هتلاقي نفسك بالدندن طب أقول إيه دلوقتي تعرف تقول يا رب اغفرلي أقول رب اغفرلي رب اغفرلي رب اغفرلي يا رب اغفرلي بي طب وهو ينفع كده أقولأ ومش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان يقول سبحان الله وحمديه متمرة في الصباح والمساء دو بتقول متمر سبحان الله وحمديه إزاي سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده آه ينفع مش قال لك تقول الصباح ومساء لا إله إلا الله مئت مرة ولا إله إلا الله دعاء الأفضل دعاء دعاء عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير فده دعاء مئت مرة تفضل تقول مئت مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله وحده ولا شريكة له له الملك وله الحمد يحيي ميت وعلى كل شيء قدير ميت مر فتعود هي ايه وده التكرار والترديد هي دي الدندن هي دي الدندن اللي عملين دندن حواليها بقالنا كم حلقة دلوقتي ولسه احنا مع بعض احنا هندندن للصبح حوله اللهم اينا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار دقة على باب الكريم ان الدعاء سبب لاستجابة الدعاء الله دي بيقولوا عليها تستلزم دورا صحيحا الدور يعني ايه انا بقولك ان انت تدعو والدعاء سبب لاستجابة الدعاء يبقى استجابة الدعاء بالدعاء ازاي في سؤال لطيف لما يقول ايه لو واحد قيل له ان لك دعوة واحدة مستجابة يقول ايه دو دعوة واحدة مستجابة لو انه لك دعوة واحدة مستجابة تقول ايه تقول اللهم اجعلني مستجابة الدعوة فتحتها كده هي دي فلذلك استجابة الدعاء دي محتاجة دندانة ازاي استجاب دعائي ان تدعو لأخيك المسلم اذا دعى المسلم لأخيه المسلم وكل الله بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول ولك بمثل يبقى انا لو انا في كربة اللهم فرج كربة اخي فلان دعائي ولك بمثل فتفرج كربته استجابة الدعاء بالدعاء اضافة الى ان ذكرك اخاك في دعائك يقذف المودة في قلوب المسلمين فالدعاء سبب لحصول المودة في قلوب المسلمين يعني دايما نتذكر كلمة سيدنا موسى رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الرحيم فدايما نتذكر كلمة سيدنا موسى دايما يكون واقف جنبي حد كده بحبه وانا في الصلاة رب اغفر لي ولأخي رب اغفر لي ولأبني وهكذا هذه الدعوة لما تدعي لحد بصهر الغيب وتقول اسمه سبحان الله العظيم انت نفسك هتلاقي لذة لما تقول يا رب اخوي فلان اغفر له يا رب اخوي فلان اهدي يا رب اخوي فلان توفع لي اهدي دندانة جديدة تيقوا بقى نسمع دندانة على اصلها يلا احبكم في الله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك النصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بحبكم في الله يا ترى أنت بتحب حد في الله الحب في الله أجمل من أجمل معاني أحياء الحب في الله إنك أنت تدعي بقى لإخوانك ربنا سبحانه وتعالى علمهننا في القرآن اللهم قال سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات اللهم ثبتنا وإياهم على الإيمان اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلم مسلم فالرج قربات المكروبين من المسلمين وأزل همم المهمومين من المسلمين فك أسر المأسورين من المسلمين انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم إنا نسألك أن تطعما فقراء المسلمين اللهم آو المشردين من المؤمنين اللهم الضف وارحم ضعفاء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبركة على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله